طلبت أم حاتم منه أن ينام مبكرة ولكن صوت العقرب كان له مؤرقة عقرب الثواني مزعج وصغير ألا يتعلم من عقرب الدقائق الكبير؟ ترى؟ فيما يفكر حاتم؟ حاول حاتم نزع العقرب من مكانه حتى يرتاح ويبقى مع الأحلام السعيدة حتى الصباح ولكن العقرب أراده أن يتعلم كم أن كل ثانية مهمة ولذلك يا إلهي ما الذي حدث؟ هل كان يحلم؟ عقرب الثواني جذبه بشدة اختطفه العقرب الغريب؟ قال له العقرب اختطفتك كي تتعلم أهمية الثانية وعقرب الثواني عرف حاتم أنها مسلة مصرية وهي تبدو تماما كما رآها في كتب المعالم الأثرية أخيرا تكلم عقرب الثواني وقال إنها أول ساعة عرفها البشر للفرعون أمين حتب الأول صنعها المصريون القدماء من الحجر وبعد ذلك بلحظة كاد أن يصل الجنود إليهما بالرماح فجذب العقرب حاتما قبل ثانية واحدة وراح ترى إلى أين وصلا؟ وجد حاتم أنهما يقفان في غرفة مظلمة فقال العقرب انظر إنها الشمعة المدرجة بالتأكيد الفرق بين كل علامتين هو عشرون دقيقة بالتحديد وفجأة شعراب الأرض تهتز وترتجف إنه زلزال دب في قلبيهما الرعب والخوف ظهر في الأرض شق كبير وامتد بسرعة ليصل إليهما إن الأمر خطير وقبل السقوط في الشق بخطوة سحب العقرب صديقه حاتما في ثانية واحدة أين وصلا هذه المرة؟ فوق قال العقرب إنها أول ساعة مائية تعمل بالزئبق والتروس وفي لمح البصر اقترب منهما مكبس مائي وأوشك أن يسحقهما لكن العقرب سحب صديقه حاتما قبل ثانية واحدة فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وفي لمح البصر سمع صوت بندول الساعة يهوي كان يقترب منهما مع دقات ساعة تدوي صرخ عقرب الثواني هيا اخلع فردة حذائك ليس لدينا وقت لذلك وقبل وصول البندول إليهما بلحظة سحب العقرب صديقه حاتمة قبل ثانية واحدة قال حاتم كاد البندول أن يطيح بنا لو تأخرنا ثانية واحدة أجابه العقرب هل أدركت أخيرا كم أن الثانية مهمة؟ هيا أعدني إلى مكاني انتبه حاتم وقال ماذا أقول لأمي؟ أين فردة الحذاء؟ ضحك العقرب قائلا في نفس المكان الذي تذهب إليه جواربك الضائعة في تلك اللحظة جاء صوت الأم ينادي ترى؟ هل شعرت بغياب حاتم؟ هل سمعت صوت حواره مع صديقه القادم من الغرفة؟ نادته الأم ليرى ما حدث خبر هام في التلفاز أعلن البرلمان البريطاني توقف ساعة بيكبين للمرة الأولى منذ 158 عاما لأعمال صيانة تستمر ثلاث سنوات تغير وجه حاتم وأخذ يدعو أن لا يجد حذاءه ويبحث عن صاحب المقاس وتروى حكايته كما تروى قصة سندريلا للناس النهاية ترجمة نانسي قنقر